مثل ألاف الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة لم يعد سوق بروت برانش في واشنطن يخدم المتسوقين في أماكن عمله وسط وباء فيروس كورونا لكن المتجر يستخدم الآن روبوتات مستقلة لجلب المواد التموينية إلى عتبات عملائها الروبوتات ذاتية القيادة سيعتها أربعة وأربعون رطلا ومزودة بأجهزة استشعار وذكاء اصطناعي لتوصيل طلبات العملاء في المنطقة لدينا مجموعة أساسية صغيرة من الأشخاص الذين استمروا معنا ونحاول جميعا أن نبقى بأمان نحن جميعا نرتدي أقنعة وقفازات ونعقم باستمرار نعلم أنه لا يزال هناك خطر لأننا ما زلنا نخرج كما تعلمون إلى عائلاتنا إلى مبانينا السكنية أو أي كان لذلك لا يزال هناك خطر لكنه قليل العديد من المتاجر الأمريكية والسلاسل الكبيرة بدأت في نشر الروبوتات لتنظيف الأرضيات ورفوف التخزين وتسليم البقالة للمتسوقين بعد تفشي كورونا المتاجر تبحث عن طرق لتقليل الضغط على العمال وزيادة الكفاءة بعد زيادة عدد المتسوقين عبر الإنترنت بسبب الأزمة ترجمة نانسي قنقر